الكون يبارك حياتك العظيمة استلمي خير الأكوان محبة الأكوان أنت الآن يعني وإحنا كلنا فرحانين حقيقة عندك اتصالات عظيمة بعائلتك الكونية ويعني رسلتي صور رائعة حقيقة يعني هي توضح هذه الصور نوع الكائنات الكائنات الكونية فأختنا أيضا هي عدها جلسات سفر كوني وسحبت بالجسم وهي تنتمي لكائنات الدرومدن المباركة المقدسة فإحنا نبارك حياتك ونقول انطلقي إلى الأكوان العظيمة عائلتك الكونية معنا تباركك استلمي خير الأكوان واعلني معنا اعلني حياتك ممتلية بالأفراح حياتك ممتلية بالخير بالسلام اعلنيها بقوة قولي معنا من عماقك قولي معنا أنا قائدة كونية نعم هكذا نقول لها أنت قائدة كونية أنت ضو أبدي أنت ضو أبدي انطلقي نقول باتجاه انطلقي إلى الأكوان العظيمة وعائلتك الكونية معاك تباركك في كل اللحظات اعرفي عائلتك الكونية معاك في كل اللحظات حقيقة وهذه أيام عظيمة أنت تعيشيها وعليك أن تفرحي أكثر مهم الفرح يا شباب الفرح محبة النفس مباركة الأرض مباركة الشعوب مباركة الأكوان حياتنا حقيقة عظيمة وفي كل يوم تزداد جمال وتزداد محبة وسلام آمين 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 فنعرض الصور وممكن يعني تعطينا تعليقات بس دقيقة حتى يشاهدها الطلاب الآن هذه الصور هي الكائنات هي صور كائنات ومدهشة تمام تلاحظوها هذه يعتقد بالجلسة الأولى أم الثانية الأولى ها يعتقد صحيح عندما سحبتي بالجسم تلاحظوها صور عظيمة هذه نكبرها ما بعرفها يعتقد هذه الأولى مدهشة مرة أخرى يعني أعتقد هذا الأصفر شاهدوا هذا كائن تمام واضح جدا هذا أكبروا أكثر شاهدوا هذا الأصفر كائن هذا ها ايه واضح يعني هذا كائن أيضا تمام هذا باللون الأزرق كائن كائنات كائنات هي مدهشة أصلا أعتقد هذه مركبة هذه ها نعم استاذ هذه مركبة ايه هذه مركبة هاي المركبات ايه هذه هي المركبة اللي كانت يعني فوقي مرة مول نزلت قريبة من بيتك الله جدا هذه اللي نزلت نزلت أول شيء المركبة يعني نزلت المركبة مول علي بعدين شاهدت الكائن الأصفر كان هذا هل كان صغير كان ماسك إيدي وكان هذا أخوي الصغير في المركبة واللي كان ماسك إيدي الله 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 أنا أقول كلمة الله لأن أنا يعني منبهر وأعتقد كل واحد يسمعنا وكل واحد يشاهدنا وكل واحد معانا أيضا يعني هي فرحة فرحة هذه فهي تقصد أنت تقصدين أخوكي من الاندروميدان أيوة من الاندروميدان أي لأن أنا كنت في الجلسة وأنا أشوف المركبة أي وأنا أشوف الكائنات في المركبة الغريب أن بنتي في نفس الوقت يعني هي ما شافت هالأشياء بس لما هي صورت قلت لها ماما هالكائنات كانوا معاي في المركبة هذين كانوا معاي الله كانوا ناغنين حق ليه عندي يعني يعني هم يعني 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 أنا موجودة مكاني هم اللي لنسبة عندي صح أنت أنت يعني حتى صوتك لحد الآن متأثر كثيرا يعني أعتقد وأنت أحس باحتزازات قوية قاعدة تفكرين أنت تفكرين جدا الاحتزازات قوية بجسمي أحس أي وإحنا نحتفل معاك هي هاي فرحة عظيمة أي لأول مرة هاي تحدث هاي فرحة لأن حياتك الآن بالكامل تغيرت بالكامل أي هاي بعض حياتك مع عائلتك الكونية حياتك ولادة جديدة ميلاد جديد احتفلي سجلي هذا التأريخ حقيقة سجلي سجلي هذا التأريخ عظيم يا عزيزي أي وأنت يعني أنت حقيقة أنت استحقين أكثر من هذا لأن أنت عندما التحقتي معنا أنت روح جدا طيبة وأيضا واضح أنت طالبة عندك اشتهاد تريدين أن تعرفي أكثر أي وعائلتك الكونية أيضا هي مهتمة بك كثيرا يعني أي طيب هذا الأزرق أعتقد أيضا كائن هذا الأزرق تمام هالكائن الأزرق أستاذ أنا ما شفته في المركبة بس الكائن اللي فوق اللي باللون الأبيض هذه صورة واضحة كانت لوالدتي الكونية لو تكبرها شوي تقريبا نفس الصورة هذا هذا بالأبيض هذا لا اللي فوق الأزرق هذا على يمين على يمين تحت الأصفر أستاذ بالضبط تحت الأصفر طيب الأصفر خلي نرجع عفوا الأصفر هو أخوكي من كائنات لندرومدن مباركة المقدسة صحيح؟ أيها واضح هو واضح شاهدوها أسأه أه أي تقريبا يعني واضح أنا أشعر يعني هذا أكبرها أكثر أه ها خيب ممكن ممكن الطلاب لا لا ممكن الطلاب يعطون انطباع يعني انطباعكم رجعان الطلاب الطلاب لأول مرة هذا لأول مرة بالموبايل ثون ها ممكن تعطونا انطباعكم كيف تشعرون تروح كائن هذا يعني حتى هم يحاولون أيضا الظهور لأن هم من المستوى من المستوى الخامس أي نعم أستاذ واضح جدا أنه كائن كائن أي أنا أشعر فيه يعني وهم يحاولون بقوة الوجه واضح أي ما هو بدأ أعتقد بدأ بدأوا أو قرروا أنهم يظهرون أشكالهم فهذا هذا مدهش مدهش فرحة فرحة هذا اليوم يوم عظيم بحياتنا كلنا هاي لأول مرة الآن أي لأنه يظهر نفسه يعني يريدون أن أن الجنس البشري يعرف أكثر أي تمام مدهش مدهش أي حقيقة أهلونا هؤلاء أهلونا آتين إلينا طيب خليني السمر وقلتي هذه والدتك الكونية قصدك نعم أستاذ بنفس الملامح بنفس البياض والدور يعني لو تكبر صورة شوي أنا بنفس الطريقة شر يعني كانت يعني في شي حتى على جبهتها صح هاي جبه لاحظوا صح هذا الذي يشع خلي خلي أضعه بالبينت دقيقة دقيقة بالله وصح كبرناها وأضعه بالبينت ممكن حتى نوضح ممكن دقيقة بالله من فضلكم هسا نعمل شير أعطوني مجال أي لأن أنا أرى هي هاي الكريستالة صح آه تشاهدون ها ف لأنه هذه هي الكريستالة تماما تشع آه تشاهدوها لو تركزون عليها ها آه 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 تقريبا ها أي يعني هذا الإشعاع لو أيضا نركز تقريبا هو هذا إشعاع الكريستالة هنا بها المنطقة طيب هذا قلتي ما بتعرفين أصلا يعني لا لا استاذ أنه الكائن ما شفته ما شفته بس بنتي صورته مع المركبة آه خليه جدا هؤلاء أقصد أخوكي واضح جدا هذا أخوكي بالأصفر ووالدتك صح هؤلاء الأثنين أي فرحة فرحة عظيمة حقيقة أي تمام طيب البقية أعتقد كله صور المركبة هذه ما عدا الأزرق الأزرق كائن أيضا صحيح كائن واللي عند غالب أعتقد أنه كائن بس أنا ما عرفت بعد ما عرفت صح هذا عند الأزرق بالأزرق هذا الأزرق بعد الأزرق أي اللي هو هذا باللون الأبيض هذا بعد أنا ما عرفت صح 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 جدا هذا شاهدوا شبابنا آه هذا صح هذا كائن وهذا كائن صح جدا يوسي بس هذا جدا واضح أصلا أي العيون واضحة أي واضح 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 فعلا أي صح عجيب الله مدهش مدهش هذا أصلا أي إذن ثلاث كائنات كونية والدتك اللي هنا بالمنتصب باللون الأبيض وأخوك والثالث ممكن والدك يعني ممكن يكون والدك ممكن ما 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 اتذكر شكل والدي الكوني وأختي الكونية ما كانوا واضحين لأنه كانوا يملؤوني بالضوء 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 فما شفتهم عجل بس والدي واخي كوني شفتهم واضحين جدا شفتهم يعني بها الوضوء شفتهم لما شفت الصور اتأكد استغربت كيف جدي يعني يعني أنا أشوف وانت تصوري يعني وايد استغرب طيب هي عندما صورت فين صورتهم هي هاي الأشكال بالنسبة لبنتك المباركة فين صورتهم من فضلك يعني يعني في في السماء صورتهم هي في السماء في السماء صورتهم قريبين من بيتكم قريب يعني أنا أسوي الجلسة دايما مع الطاولة الدائرية وكرسي أقعد في السطح في السطح لا في ساحة المنزل ايه ساحة المنزل ايه مكشوفة يعني ايوه باتجاه السماء ايوه هي باتجاه السماء يعني هي مسافة مترين كانت ثلاثة متار بيني وبينها بس مغواي ويتصور وانا أسوي الجلسة الله ايه ايه بصي نعم موجودين يعني حولك مديش هذا فرحة عظيمة حقيقة ايه كل المعاني طيب هذه الصورة ما هو فقط لو انت كاتبة هنا هذه المركبة صحيح ايوه هذه المركبة طيب ما بعرف هنا ايش ديش انت حط هذا ايش يعني هذا ما يمثل لحظة تشوف المركبة نرجع للمركبة اول شيء ايه هذه المركبة زيء تحت مباشرة تحت المركبة هذه مباشرة غرفتي غرفتي هذي زين من المركبة لو تركب وين غرفتك يعني انا غرفتي فى المنطقة بالظبط طيب اوكي اي انا غرفتي بالظهب تحت تحت المركبة فوق انا غرفتي هنا ايض ايوا بالظبط اين الزاوية الزاوية هذه بالظبط يعني تشوف الاستاذ الزاوية اللي جاية من فوق من مركبة لين تحت اي هو اي شهادة فأستاذ لو تركز من المركبة الليل تحت فيه شعاع أزرق لو تركز بس خلي الصورة عادية الصورة خليها رجحة مثل ما قبل وركز شوف كيف أستاذ فيه شعاع من النقطة ما أدري إذا أنتوا تشوفون صح صح لأنا شاهدوا لأن بناتي قالوا لي ماما كان لأنهم اللي صوروا قالوا ماما كان النور واضح كان النور واضح من المركبة لين غرفتك بعدين بدقول أنا وأختي قلنا لا يكون ماما قاعدة تدخل في الجلسات وإحنا أساسا كنا مخلصين كل الجلسات والجلسات كانت يوم الأربعة من بدين من العصر كانت جلسات قوية بعدين سوينا جلسة حق النمليين والقرودي الكائنات يعني نسوينا يعني البيت كان طاقة في البيت طاقة جدا رهيبة يعني إحنا نسوي الجلسات في الغرفة وأنا ما أحرف أنه بنات ياين وقت متأخر يقولوا ماما البيت فوق غرفة أنت يعني نور نور يصطح من حوق أي صح لا واضح فعلا هسا سنعمله بس دقيقة بالله فهي تقصد هو هذا بس هذا بالأزرق لو تشاهدوا شاهدوا تقريبا أنا أشاهده يعني بس هو خافت بس واضح خافت وواضح ها فهي هاي المركبة ويرسلون الضوء أو النفق الضوئي فأنتي تنسحبين اي من خلال هذا وبس هو واضح هنا هذا الزراق شاهدوا لو تعطوني يعني آراء الطلاب الآخرين ها هو هذا تمام تقصدين صحيح يستطيع ايه صحيح لكن كان بالنسبة لكم أوضح يعني من التصوير أوضح أوضح يعني هم يعني استغربوا يعني حتى قاعدوا يقولون أكيد ماما قاعدة تسوي جلسات يعني عندها جلسات قلت أنا ماما كنت مخلصة جلسات قوية اليوم كان يوم كامل كلها جلسات قوية الله يتقول لو شفتي ماما النور الضوء اللي على البيت ما تتخيلين ياي من المركبة مباشرة على غرفة تج هذا ماذا تعنين به هاي الصورة استعب اتخيل شو طلع هالصورة ايه لما بنتي كبرت صورة المركبة طلع هالصورة اتخيل كبرت 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 الصورة طلع انا انا شف كشكل كف شعاع يصدر منه لغرفته بعد ما كبرت هذا هو طلع هالشي يعني قصدك يعني هالصورة ايه هذا ايوة هو المركبة هذا الشي يعني ايوة هذا هو الشي اللي كان يصدر الضوء لغرفته لما كبرت كبرنا كبرنا صورة طلع هالشي وكبرناه مرتين الذي يصدر الضوء الذي يصدر الضوء باتجاه بيتك يعني ايوة ايوة هذي الضوء كان يال من هالشي اه بس كان نورة قوي وباللون الازرق بس انا كنت اشوفه كف لون ازرق يعني انا كنت اشوفه كذي نعم نعم انا اشوفه كف كمان كف ماذا تقصدون كف كف في اليد يعني مثل كف في اليد في المنتصف الازرق انه كف في اليد صح بس لا انت ممكن طيب ابدأي وضحي وضحي مرة اخرى من فضلك هذه هي المركبة ام مش مركبة هاي الصورة استاذ مركبة الضوء كان من المركبة استاذ ايه بس لما كبرنا الصورة ايه الصورة يعني عندما كبرتي صورة مين ايو صورة المركبة ها صورة الشعاع اي شو صورة الشعاع يعني اللي قاعد يصدرها انها الضوء اللي قاعد يصدرها يعني لين الغرفة اي اخر شي طلح هالشكل انه يعني هالصورة كانت استغربتنا انه صورة يعني انا شف البناتي يقولوا لا ماما صورة كائن بس انا شفتها كف ايد يصدر منه لون ازرق يصدر منه الضوء يعني كف ايد ماذا تقصدين يعني ذا هو الشعاع وكف ايد ايضا وكف ايد ايضا هاي تقصد ذوء الازرق تحمله كف يدي ليس ذوء 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 الذوء lendزرق الكف التي تحمل ذوء لا 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 مو هكذا لا لا هو الشعاع ما يصدر كف ازرق لا بأي معنى كف ازرق يعني الشعاع كف ازرق مش شعاع مو الشعاع يعني سغر港 السورة شوي وكأنه اللي حامل لضوء الأزرق هو كف يد لا 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 مو هكذا أو يمكن تفسيرنا غلط أستاذ يعني لهذا الشيء لا ممكن نسألهم أنا ممكن أتصل معهم نسألهم حول هاي الصورة فعلا أستاذ يعني بعد ما كبرنا الضوء الصادر من هالشيء بس نرجع أنت كبرتي ماذا المركبة المركبة اللي كانت مباشرة يصدر كبرتي المركبة أم كبرتي الشعاب قلتي المركبة الصغيرة كبرتيها كبرناها في الصورة نفسها نفس الصورة لو ترجع أستاذ كبر الصورة ارجع للصورة إذا تقدر تكبرها اللي بيت غرفتي وين نرجع للصورة اللي فيها الشعاب يلا بس دقيقة ايوان هادي ايوة ايوة تشوف الشعاء أستاذ روح لصورة المركب اللي صادر من من المركبة تقدر أستاذ لو تكبر ايوة كبرها أكثر أستاذ ايوة كبرها أكثر يلا كل ما كنا نكبرها اتبين عندنا ايوة 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 هادي كبرناها 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 طلعت عندنا بالشكل لون أزرق يصدر مننا ضوء لا لا ما له علاقة لا 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 يصدر منه ضوء صح بس بالتكبير لا تكبير الموبايل فون ما يعطي التوضيح أكثر لا لا غريب هذا لا لا هذا الشكل ما له علاقة بكفية حي ما أدري لا لا هو عندما أنت كبري أي شي أنت إتي بشجرة نبتة كبري حتظهر شكل معين بس وليس له علاقة أنه هو هذا كفية ايوة واضح ايوة 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 يمكن أنا تفسيري كان يعني خطط بس أنا يمكن لأن كبرنا عشان نعرف لا عندما تكبرين لا لا عندما تكبرين أي شي هو يعطيك شكل واضح يعني سنأتيك بأي شي كبري كبري يظهر الشكل بس هو مش هو الشكل يعني اي فهي مركبة هذه ممكن تكون دائرية نعم ممكن هي مكثفة بالظو فأنت يعني أنتم كبرتم المركبة مش شعاع الظو لا المركبة المركبة ما يعطي مش كف لا لا مش كف لا ما له علاقة لا هو هذا ما له علاقة طيب الصور الأخرى أعتقد هذا كل شي تمام لا فيه فيديو أستاذ نفس اليوم بعد اللي سوينا الجلسة الجلسات يوم الأربعة بعد ظهر مركبة شذيه نفس المركبة اللي اللي طلعت حقي أنا وولدي البيضاوية طلعت حق بنتي في نفس اليوم اللي إحنا سوينا الجلسات هين طرشت الفيديو طيب الفيديو مو أكو أكو فكرة بالفيديو بس ده الفيديو خلي بس خلي أوضح لك ماذا أقصد الفيديو ظاهر كان فقط بس دقيقة خلي أعطيك أعطوني أعطوني مجال بالله من فضلكم بس أعطوني مجال خلي أعمل هذا الأمر ونرجع لكم بالنسبة للفيديو هذا خلي نشغل الفيديو حتى وانت معنا معك ستار خلي نشوف وانت تقصدين بس دقيقة بالله خلي شغل شاهدون الفيديو الكل هذا قصدك اللي فوق ها 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 وتختفي بعدين هاي مدهشة ها على طول تختفي تصغر عظيمة ها قريبة جدا أصلا اي 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 باللحظة باللحظة تختفي الشهد شباب اي بعدها هتختفي بلا خلنشاهد دقيقة لا بس يعني يعني تعرف كيف ستاث يعني توصل ليه ما تروح يعني ليه ما تستوي النجمة يعني تستوي يعني بس هي تقترب لا بس دقيقة باتجاه بيتك تقترب كثيرا بقوة وايد يعني هي اي بس بس خلنوقف شوفوا هسه هذا بيتك وهذه هي المركبة ايوة جدا قريبة طيب وانت في هذه الاثناء انت كنت على اتصال معهم يعني اقصد مشاعرك روحك تريهم كيف استاذ احنا كنا خلص احنا يوم الاربعة بعد ما خلصنا الجلسات انا رحت نمت اي لما قلت لبناتي اذا يوم بيردون بطرش الصور هم يوم رجعوا شافوا هالشي في البيت يعني هاي بعد الجلسات بعد الجلسات استاذ انا لان انا الجلسات سويت بالغرفة اي انا ما طلع انا ما كنت عرف شو اللي قاعد يصير يعني انهم موجود يعني موجودين لا موجودين بالصبر الآن موجودين هم الآن موجودين اي لان هما معدهم الزمن مثلنا اي اي واخن هنعمل جلسة واتصل معهم واصعدي اصعدي اصعدي قولي لهم اعملي هاي الجلسة نعمل ها معاك واصعدي ماذا تنتظرين اصعدي بكل ما عندك من قوة هم عاوزين يسحبوك أنت قائدك عظيم عندهم وهم يباركون حياتك العظيمة وأنا أسألهم الآن يا عوان الكونية المباركة المقدسة اسحبوا اسحبوها بنتكم بجسمها بفكرها بروحها وهم يقولون لي نسحبها الآن هذه كائنات طيبة كائنات حكيمة كائنات رائعة يا عزيزتي هل يشاهد مرة أخرى لأن الفيديو عظيم هذا الفيديو لحظوا 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 القرب هذا مديش هذا المقطع شاهدوا مرة أخرى لحظوا القرب عجيب نبارككم مرة أخرى كلنا نجتمع رجان انظروا إلى هذه الصورة وأنتي انظروا إلى هذه الصورة وقولي معي أبارك عائلتي الكونية بروحي بفكري أبارككم أرسل لكم الضو الذي هو أنا ابداي أرسلي من أعماقك أرسل لكم الضو الذي هو أنا أبارك ظهوراتكم في حياتي قولي لهم أحبكم يا عائلة الكونية أتحد معكم وأبني معكم قولي لهم هكذا غايتي بناء السلام الكوني معاكم بناء حضارة السلام أبارك ظهوراتكم في الأرض أظهروا أكثر قولي لهم باسم السلام الكوني الذي يجمعني بكم قولي لهم هكذا باسم السلام الكوني الذي يجمعني بكم اظهروا لي أكثر واظهروا في حياة عائلتي أبارككم أبارك ظهوراتكم تحدثي مع والدك الكوني قولي أباركك يا والدي الكوني العظيم هو معانا أباركك يا والدة الكونية المباركة المقدسة أباركك يا أخي الكوني أبارك ظهوراتكم أحبكم هكذا نعم دائما أرسل لكم ضوء الأكوان يملأكم يغطيكم استلموا خير الأكوان استلموا محبة الأكوان تغمر روحكم العظيمة المباركة المقدسة وابدأ يرسلي ضوء تقومين بتجميع مشاعرك عواطفك ارسليها يستلموها سلموا ضوء الأكوان الأكوان العظيمة تبارك حياتكم نقول كلنا آمين 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 لكم يلحظم يبارككم جميعا ويحفظك ويبارك حياتك